موسيقى ها ها وهذا الفنجاع خلاصنا منه وهلا بتجيب الزيت البلدي منيحوا وتحطيه على جنب لبين ما يفتور وبعد ما يفتور بتحمي راسك فيه وبعدين بتجيبي شوية كاز وبتفركي جلدة راسك مظبوط وبتفركي منيح وبعدين بتجيبي قطر من الرب البنادورا وبتدهني كله متل كأنك عم تصبغي وبعدين بتجيبي خرقة سودة وبتلفي لمدة ثلاث ساعات وهيك لمدة شهر ما بيضل تعلبة واحدة براسك بيضل شعر راسك هيك واقف ها قصدي بينام امسكي وهي الوصفة نفصلة بالورقة بألف غصف لحتى قناعته ياخد ألفين ليرة كان بالأول طالب أربعة آلاف بس عالمين انا شفيقة لا تخافي علي امسكي بتسكري باب بيتك ولا بتخلي حدا ينتبه لك أبدا هذا الولد بيحكي لحد الشي هذا الولد ما بيحكي لا أخواته لا لأبوه شاطي احكي حبيبي ما في مشكلة وعب تحكي عب بمزح معك ها خاطرك حبيبتي يا الله معوضين موسيقى عظيم عظيم بداية كتير مشجم بس المهم تلتزم ببنود العقد وتحترم الموعيد وما تخل فيها أبدا طبعا ماما والأهم لهيك هو صفوان بيك بحد ذاته صفوان بيك ايوة مادام سهان مدير عام شركة الاستثمارات الدولية صفوان عبدالغني آه صفوان عبدالغني كأني سمعاني بهالاسم شو سمعاني؟ أرياني عنه بالمجلات هذا رجل أعمال مهم كتير كبير كتير له اسم بالسوق ماما تصور يا ماما انه متابع أخباري من لما كنتم موظف عند أبو سعيد برافو علي والمفروض هي الانسان لازم يعرف كل شي عن اختصاصه ويتعرف على كل الناس يلي بيشتغلوا بالمهنتم الرجل متعاون لأبعد الحدود بتصور انه مكتبنا رح يكون على قائمة المتعاونين مع شركته قف من أولا ما عندك فكرة يا تحسين قديش الرجال احترمني؟ بالظاهر هو بالأساس بيحترم نفسه تصور يا ماما انه مستعد يساعدني بأي مشروع ممكن اقترعه هاي مبادرة حلوة منه وكتير اكابرية اكابرية كتير بس انت يا ماما لازم تحسب خطواتك خطوة خطوة ولا تفكر بأي مشروع الا اذا حسبناه بدقة ومظبوط مظبوط وكان مردوده المادي مضمون مضمون طبعا ماما انت بتعرفي اني مستحيل اقدم على اي خطوة بدون مشاوة اه 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 انا فكري تكفوا حديثكم بعدين اتأخرنا على القاتو روح قلبك القاتو ايه والله والمدام سهام عرفت تمسكني بالايد اللي بتوجعني اهلا وسهلة بتحسين اتفضل 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 يا صبري صبري يا صبري ابو الصوت يا صبري اتفضل اتفضل حطت لها فيلم بالفيديو واللي هي بتطلع لنحكينا كلمتين خلاطت فيلم بالفيديو عرف فرج عليه أنا وأمي ونبي طلع الله لغ طلع في شغلات كثيرة صارت مفضحك وحياة اللي رنط ايه خلاص طلعبت في الفيديو وبطلع استمرني جيب لي تفاحة وموزة دك ما عرفك بخدور ما عرفك كحتي اغربيتون حطنا صابون معدو حطون ادخل ما سأل خير استاذ؟ ما سأل نور انت لستعتك هون؟ طبعا طالما حضرتك موجود هون أنا باقي هون لا 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 أرضى عليكي سكري مكتبك وتيسري أنا ممكن اتأخر كمان شوي يعني ما بيزمك ايشي استاذ؟ لا 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 شكرا يا سوير تصبع على خير تصبع على خير تصبع على خير عن اسمك الله معيك ما شكرا يا س JS انت نسيان انه نفضنا بنوب وما صفي معنا ولا فرنت من اكتر من عشرة تيات انا انا شو سوي لك ما بعرف بس الوضع هيك ما عادي نحمل بنوب ولازم اتدبر حالك لوك دبرني مصروفي على اقل يا اخدي هي هي متل متلك لو شو متل متلك يا خربتك يا سبيلي متل متلك ابوك معه مصاري ما بتاكلها لطفاية يا خربتك ابيك احيان جربان ما بعوط عمينا سمير شو واسطك لا عمي لا تستلمني انا ما واسطيش بنوب بس نحنا كمان منحنا نصرف ونتمتع مثل كلها الشباب اللي عم يصرفوا يتمتعوا لما حلال عليهم وحرام علينا طيب هي انت ابوك عم يضغط عليك مش هنتاخد البكالورياء وصار لك عم تباطح فيها 3-4 سنين وما كنت تاخدها ابوك راب يرميك برات البيت وبتشتهل الفرنج وما بتلاقي وانا كمان لك انا مادي حسب منك مادرت افلح ولا بشغلة وابي عم يطالبني اني ساعده بمصروف اخواتي وانا مطنيش متل اجدام لكن مو بس هيك ما عم بقدر عمل شي بكرة بيميل مني كمان بيحط رجلوب ظهري وبيزتني برات البيت انا قصدي من كل هاللعي اللي عم بلعي لازم ندبر حالنا بخبطة كبيرة مع حرزين دنبر بستعبالنا قل لي انا غلطان شي عندك حق بس شو طالع باليد بيطلع بيدنا كل شي اذا فكرنا مزبوط بدون خوف وبدون تردد بيطلع بيدنا شغلات كتيرة لكن احنا موائل من غيرنا الكوائل عم تفهمني منيح سامرة عم بفهمك بس هلا شو صار بموضوعنا افريد ان الجمعة الجاي صار فينا متل الجمعة الماضية يعني ما صبطيت طيب واذا ما صبطيت اذا ما صبطيت متك تتركني اتصرها شو صار مش شو صار ببطا فا ببطا دينة يوم ما راح اردله من تليفونه بالنطعش خاطره يبرد من تليفونه ألو أهلين وسهلين ايه بيت رقوف أفندي لا والله رقوف أفندي مو موجود مين نقله انا صفوان صفوان مين صفوان صفوان عبدالغنية مداما أهلين وسهلين مو موجود يا دادا بتحب نقله شي بس يرجاع ولا بتريد نخليه تلفلا لا لا ما في ضرورة انا بكرا بحكي معه بس إذا سمحت يا مدام أليله صفوان حكى معك شكرا يا مدام مع السلامة صفوان عبدالغني صفوان عبدالغني وين سمعاني بهالاسم أنا وين سمعاني بهالاسم يمكن بشي مسلسل قريضة الشعرة طويلة لك لا هداك صفوان عبدالغني يمكن سمعاني هالاسم من رفروفتي بيجوز ذاكر هالاسم قدامي ايه بيجوز يو حتى السماعة نسيته بإيدي لعما شو صايرة عم بنسى أنا شو صايرة عم باكل أنا لحتى عم بنسى يو يخبتك لع عبدالي وفتأة هلأ سكرتك لحقت ترن ألو أهلين وسهلين قلنا لك أهلين وسهلين مين؟ ليش مين طالب انت يا أخي؟ لا مو بيت عبد المالك بيت رقوف رقوف المحامي أنا؟ أنا مرته؟ صحيح؟ صوت يحلو على التليفون الله يجبر بي خاطرة ايه والله جوزي محامي بس ما عنده بكتاف لا وبيكتب شعر كمان مبلا لكا يعني بيعمل هيك شوية استشارات قانونية خفيفة ايه شعر وصار طابع كتابين الشعر بالمجلة مشكلات اجتماعية يو نعم لا اعم وقلت لك غلطان ايه انت سرلك ساعتين عم بثلت معي الله معاك العمى أريضا رح يشرقني ايه العمى صارت الدنيا بعد مصليل طيب يا رسلان انا بدبرك مطعم الحوض الجاف؟ اهلين اسمعني اخي لك اسمعني بعرف 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 ما بدي لا سبك ولحزك لك اسمعني اخي ما بدي ضرر السخان الا عمى سكر بوشي طيب يا رسلان يعني بتحطني بيك ما موقف انا بوشي يا متحانت امر سفان بيك اخد الشنطة وسبيني على سيارة حاضر حاضر المهم ما نقتل اي 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 السمع اللي ما نقتل لك اخي ما رح نقتل حدا طمان المهم نحط خطة بديلة والنفذة بسرعة لك هذا معهم مصاري كتير مخزنا على قلبه على الفاضي ونحنا عمنا كل بعضنا سمير شو رعيك نقجل اللي حقي لو عدتاني انا لازم فوت اتعشى مع امي باشي المهم تفكر بالكلام اللي قتلك عليه وانا رح بعمل شوية تحرياتي وشوف شو بيطلع معي هاتي شوف شو معاك محي شوية وشعبط لك شو معك مصاري مصاري؟ ماما عيشي مالك شايفني بالبيجاما لك ماما عيشي و لافرنق ارجع على البيت طيب يا سمرة ليش مالتلي قبل ما اطلع اخي ما صار شي فوت لجوة وناولني هوني من الشباق طيب استنى انا دعت الشباق بس اقعد اخد صابوني ايديك المرة ابيعز لك اني صابون خلاص خلاص هلا بشي بلان قد يبتك تشيب لي علف ليرة لك شو ألف ليرة؟ عم قللك لازمني مصاري ماما عيبدا فرنق بتجاهل شي خمسة الاف ليرة خمسة الاف؟ ايه خمسة الاف ليرة هلا اكتر علي لك وائل وانت بتعرف ان مول حالي في عندي طيب طيب بلك امي بتعطيني هون اكيد بتعطيك الماما فوت كرب بيتك حرامي المستقبل تلميذي شوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ؟ ؟؟ معاول يكون هذا البيت أكيد هو المترجم للقناة المترجم للقناة ما بدك تنام؟ لسه بكير ماما لا حبيبي مو بكير يلي متلك في عنده مكتب وعنده شغل لازم ينام بكير ويصحى بكير يلا حبيبي يلا على غرفتك عنه بس أنا ما ليحص حريناصة هلا صبرية بتساوي لك كاسة لبان بتهديك وبتنايمك اللبان كتير مفيد للصحة يلا ماما على غرفتك استرخي على صريرك وقيمها لقراية من رأسك ما بتلاقي حالك إلا نمت مثل الملاكة يلا حبيبي يلا روح الغرفة لبان ما تجي كاسة لبان يلا ماما يلا حبيبي يلا يلا بحاضر ماما شو صبرية شو قاعدة عم بتخيطي بتعملي شقف للمطبع خولي على قامتف إن شاء الله الصالحية ملانة كل بشكير بيطير العقل كبيلي ياهن كبيلي ياهن يعليك شوف الشك فقايري قوم اعملي كاسة لبان حط فيها شوية توم وما تكتري ملح لأنه ما منيحنا الضغط ما بدي إبني يضغط مثلي لك يلا بعدك قاعدة روحي من وشي لك يلا حاضر قلوب في محنة لحظة أنا قبلي يقرى هيك قصاص شو قلوب في محنة شي خطير من إمتى بيقرى هيك قصاص لا يا سيهام لا لا حبيبتي لا ما بناسبني هالشي بنو العامة قال قلوب في محنة محروم هالشبابي عقدوها من أول عمرهم أعوذك بالله محروم هالشي بنو من شاء ما تدوبي على آخر أمور أستاذ بدي تعشع حاضر من عيوني مثل العادة أمرك سبفوان بيك محروم هالشي بنو محروم هالشي بنو والمامة ضعوني بغفر ما قلتلك لك الخطير اللبن مفيد كتير كتير ماما معك حبل هام أيه حبيبي شو عما تقرأ بها الآيام ه new ه divert قصة عادية وشو اسمها القصة قصة اسمها قلوب في محنة ها قلتلي قلوب في محنة وعن شو عم تحكي؟ ماما لسه ما خلصتها ايه بعرف بعرف انك ما خلصتها بس يعني يلي قريته لحد يتغلق عن شو عم يحكي؟ يعني كي بدلك مجموعة من الناس شباب وبنات وقاباهم وامهاتهم عم يعيشوا نوع من الصراع بين الحب والكرهية يعني معزبين حالهم وقصص من هالنوع ما بعرف شو رح يصير بالاخير ايه وانت شو قلك علاقة بهيك قصص؟ شو قلك علاقة بهيك موضوع؟ عادي ماما عادي يعني انت بتعرفيني انا بحب القراي ولما بدي قرا باخد اي كتاب بيوقات تحت ايدي لا على التعيين يعني لا حبيبي لا 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 من اليوم رايح بدك تختار الكتاب على التعيين ولازم يكون موضوعه اله علاقة بشغلك واهتمامك وهيك بصير للكتاب وللقراية معنى وفائدة اكبر وما بيعود لمجرد طنضاية الوقت واللهي انا هدا رايي بعدين احنا والحمده لله ما لنا عايشين بمحنة بقى لا شو لتعزب حالك وتستهلك مشاعرك مشان ناس نسجن خيال كاتب قاعد بشي منتجع على حساب الدولة ونازل كتابه يو نحنا شو قلنا علاقة فيهم؟ موسيقى موسيقى موسيقى